بيان خطير من الجيش المصري تفاصيل بيان ليس من الحكمة اختبار رد فعل قوتنا المسلحة وعاجل بننشر لحضراتكم خطط أبي أحمد الشيطانية لتعطيش المصريين والجيش المصري يكشف امتلاكه أسلحة خطيرة في البداية صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجلكم أهم الأخبار وضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألف لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحية مصر وانتو قدها وطنيين نبدأ بتفاصيل أول موضوع معانا وعاجل بننشر لحضراتكم خطط أبي أحمد الشيطانية لتعطيش المصريين الأخ أبي أحمد ده طلع امبارح قدام البرلمان الإسيوبي وبيتكلم عن المخاوف اللي عند مصر والسودان من سد النهضة وبيقول إن حصتهم في مياه النيل هتزداد بعد تشغيل السد الإسيوبي إسيوبيا بتهدف للتامية والتعاون والسلام عن طريق السد ده طيب أبي أحمد بغض النظر عن قضية حصص المياه اللي أساس الموضوع ملوش دخل بيها وقصة كلها على السد بيتبني لتوليد الكهرباء وما حدش يتكلم في حصص أو غيره وبغض النظر عن كل التصريحات المتنقدة مع كلامك من المسؤولين الإسيوبيين عندك واللي العالم كله بيرصدها وبيرصد كلامهم عن إعادة تقاسم المياه وغيره بغض النظر عن ده كله لما أنت يا أبي أحمد تمام في النقطة دي مش خايف من حاجة بل وكمان شايف إن ملهمش حق يقلق وده أصلا حصتهم هتزيد في مياه النيل بعد السد إيه سر رفض الجانب الإسيوبيا لوصول الاتفاق قانوني ملزم؟ وليه إسيوبيا انسحبت من الاتفاق الأمريكي في فاشنطن؟ وليه إسيوبيا أفشلت المفاوضات في كنشاسة برعاية الكونغو رئيس الاتحاد الإفريقي اللي دايما تتكلم عنه؟ طب ليه إسيوبيا رفض اللجوء لمجلس الأمن طالما واسقين أوي إنكو تمام وعلى طريق سليم؟ أي حد عائل أو عنده حتى ظر من العقل هيفهم إحنا بنتعامل مع مين؟ بنتعامل مع حبة أطفال متخبطين مع نظام كله حرفيا عنده نوع من أنواع المراهقة السياسية نظام حتى مش مدرك إيه اللي بيعمله؟ عايش في غايبوبة؟ ده حتى اتنين من الجيش طلعوا يقولوا لك محدش هيقدر يضرب سد النهضة وإن القوات تتأهب لحمايته وإحنا بنعلن حالة الطوارئ في نفس اليوم اللي مليشيات فيه في إقليم تجري مما الشياء قدامها أكتر من سبع تلاف عسكري إيسيوبي هل ده الجيش الإيسيوبي اللي بيتأهب؟ هم دول اللي هيحموا سد النهضة وبتعلنوا بيهم حالة الطوارئ وبعد ده كله وبعد اللي بنشوفه من السياسة المصرية والجيش المصري تلاقي لسه واحد بيقولك أنا خايف والآن لا ما تخافش وما تقلقش لما يبقى شوية مليشيات يعني جبهة تحرير تجري بالنسبة للجيش الإيسيوبي مليشيات لما جبهة تحرير تجري تقوم بأسر سبع تلاف عسكري إيسيوبي من الحكومة الفيدرالية الإيسيوبية يعني ده معناه إيه؟ ده معناه إن الجيش الإيسيوبي عبارة عن جيش أي كلام أبي أحمد مش قد الكلام اللي بيقوله وهي الأيام القليلة القادمة هتكشف لنا عن حاجات كتير وإن شاء الله صد النهضة هيتضرب إن شاء الله صد النهضة هيتضرب وأنا عندي ثقة كبيرة جدا في الجيش المصري ولازم كلنا يبقى عندنا ثقة كبيرة جدا في الجيش المصري لأن الجيش المصري قوي واللي احنا بنشوفه من مناورات ومن فيديوهات بتطلع علينا عن الجيش المصري هي عبارة عن يعني حاجات بسيطة أو قشور أو جزء الجزء اللي الجيش المصري أو القيادة السياسية عاوزة تورهولك عن الجيش المصري ولكن ده مش كل الجيش المصري مخافية كان أعظم وإن شاء الله بقولها لتالت مرة سد النهضة هيتضرب وأعلمه على كلامي وتعالوا حاسبوني لو ما اتضربش وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الموضوع حبيت أناقش يعني التخبطات اللي فيها أبي أحمد لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو ويلا ندخل على تفاصيل الأخبار ننتقل لخبر آخر معنا وبيان خطيل من الجيش المصري تفاصيل بيان ليس من الحكمة اختبرت بفعل قوات المسلحة المصرية المتحدث باسم قوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ أكد أن الجيش المصري يدرك جيدا التحديات الإقليمية وأنه ليس من الحكمة اختبار رد فعل قوات المسلحة المصرية في تصريح لقناة صدى البلد قال أبناءكم من رجال قوات المسلحة يدركون جيدا كل ما يحدث في منطقتنا من تغيرات وتحديات إقليمية ومتغيرات دولية ومدى انعكسها على الأمن القوم المصري وما يتطلبه ذلك للحفاظ على أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية أضاف ليس من الحكمة في ظل هذه القدرات وقوة العالية للرد اختبار رد فعل قوات المسلحة المصرية لفت ان القوات المسلحة حرصت خلال الفترة الماضية على تطوير وتحديث القوات البحرية وزيادة قدراتها على تأمين المجال البحر بطول سواحل حوالي 2936 كم على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر وتزودها بأحدث الأسلحة والمعدات البحرية في العالم وقال ان إنشاء عدد من القواعد العسكرية خلال الفترة الماضية أبرزها قاعدة محمد نديب العسكرية في يوليو 2017 وقاعدة سيدي براني العسكرية وقاعدة برنيس العسكرية في يناير 2020 لحماية وتأمين سحل البحر الأحمر والاتجاه الاستراتيجي الجنوبي لدفع أي تهديد قد تؤثر على الأمن القومي وتابع ان افتتاح قاعد الثلاثة يوليو البحرية يعد إضافة جديدة وامتداد لسلسلة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة والتي تضمنت التزود بأحدث الأسلحة والمعدات ووسائل التكنولوجيا الحديثة المصدر معنا كامل المصر اليوم بقولها تاني وتالت ورابع كونوا على ثقة كبيرة بالجيش المصري جيش مصر يعني قوي بفضل الله وقرم ربنا وحفظ ربنا لهذه البلد العظيمة مصر نحب ننتقل مع بعض الخبر آخر والجيش المصري بيكشف امتلاكه أسلحة متطورة وخطيرة المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ أكد أن الجيش المصري بيمتلك عدد كبير من الأسلحة المتطورة التي حصل عليها خلال الفترة الأخيرة أوضح أن القوات المسلحة خلال الفترة الماضية على تطوير وتحديث أسلحة الجيش المصري واتكلم أن الموقع الاستراتيجي لقعدة 3 يوليو البحرية اللي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعظم قدرة قوات البحرية على منع أعمال التسلل والتهريب عبر السواحل المصرية وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ ومنع الهجرة غير الشرعية وتأمين الأهداف الحيوية للدولة والمكتسبات الاقتصادية لفت النقاعدة 3 يوليو البحرية قاعدة متكاملة تتحد فيها كل مقاومات التدريب وقدرة قتالية العالية أشار أن القاعدة أقيمت في منطقة جرجوب على ساحل البحر المتوسط في موقع استراتيجي بين مدينتي مطروح وسيدي براني على مسافة حوالي 179 ميل من الإسكندرية لتخدم كل من الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي بما يخدم أهداف وخطط القوات المسلحة الحالية أضاف أن القوات المسلحة خلال الفترة الماضية أنشأت عدد من القواعد العسكرية أبرزها قاعدة محمد نجيب العسكرية وقاعدة سيدي براني العسكرية وقاعدة برنيس العسكرية في يناير 2020 لدفع أي تهديدات قد تؤثر على الأمن قوم المصري وتابع وقال كان افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية إضافة جديدة وامتداد لسلسلة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة والتي تضمنت التزود بأحدث الأسلحة والمعدات المتطورة ووسائل التكنولوجيا الحديثة والخطيرة المصدر معنا كان من RT لخامس مرة أو سادس مرة أحب أقول لحضراتكم الجيش المصري قادر ومنورة قادر 2021 تشهد على ما يمتلكه أو يعني زي ما قلت لكم وهي التاني جيش المصري بيوريق قشور فقط عن ما يمتلكه ولكن ما خفي كان أعظم أترك لحضراتكم التعليق وجينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وتألتش عليكم ونقلت لكم أهم الأخبار وأهم المواضيع في الوقت الحالي إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب وتحية مصر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته